اشتركوا في القناة خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وخلال الاجتماع رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك بزيارة كل من وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت الشقيقة مشيدا سموه بما يربط البلدين من وشائجة وعلاقات أخوية متميزة مؤكدا سموه أهمية ما بين البلدين من تشاور مستمر وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا وبما يسهم في دعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين من جانبهما أعرب كل من معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح ومعالي السيد عبدالوهاب محمد الرشيد عن تقديرهما لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على استقبالهما مؤكدين أن زيارتهما لبلدهما الثاني مملكة البحرين تأتي تأكيدا للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظل توجيهات قيادتهم الحكيمتين ترجمة نانسي قنقرا